الحي العسكري في الديوان هي أحد الأحياء التي تعاني من تراجع الخدمات وتراكم النفايات وإهمال البنى التحتية حاله كحال كثير من الأحياء السكنية في المحافظة والتي تعاني من نقص حاد في مستوى الخدمات البلدية النفايات تبليط ماكو طسات حتى قريدر ردنا قريدر يحد لنا تشارع ماكو تحاول السلطات المحلية في الديوانية تخفيفة من معاناة السكان عبر حملة خدمية أطلقتها في عدد من الأحياء والمناطق السكنية تشمل تعبيد الطرق بمادة الإسفلد وفرش الحصى الخابط ومعالجة التموجات والتكسرات في الشوارع فضلا عن إعادة تأهيل بعض الشوارع التالف والأرصف والجزرات الوسطية في شملت الحملة كافة أقسام مديرية البلدية الديوانية العمل شمل تبليط الشوارع الرئيسية وفرش الحصى الخابط في الشوارع الأخرى والتجيير بالأضافة إلى عمل هندسة المرور وإدخال عمل الإشارات الضوئية هناك خطة متكاملة في الأيام القادمة إن شاء الله سترى نور في المدينة حملة تقديم الخدمات شملت مركز المدينة وبقية الأقضية والنواحي في المحافظة محافظ الديوانية قال إن الحملة تعتمد على واردات البلدية من الأموال لعدم كفاية تخصيصات المحافظة للأعوام السابقة لسد الإحتياج الفعلي التخصيصات التي وردت العوام السابقة تخصيصات لا تكفي لمحافظة الديوانية لسد النقص في الخدمات وخاصة بنى التحتية قانون الأمن الغذائي تعرج إلى أنه يكون هناك تخصيصات هذه السنة يعني قد تكون ليست منصفة بالحد الأعلى ولكن بالإمكان سد كثير من النقوصات في البنية التحتية للمحافظة وتحدثت البلدية عن حملة كبيرة سيتم تنفيذها في غضون الأيام القادمة لرفع التجاوزات عن الأرصف والشوارع بهدف التخفيف من الاختناقات الحاصلة والحد من الفوضع وأمام التخصيصات المالية المحدودة للمحافظة فإن تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية سيشكل تحديا كبيرا للحكومة في ظل النمو السكان المتزايد والتوسع العمراني الذي يحتاج إلى مزيد من خدمات الماء والكهرباء والصحة والبلدية ميثم الشباني الحرة الديوانية